السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال يا شباب رتنا لكم مقطع جديد مقطعنا اليوم تعودين علي كل فجر خميس تجديد السوق الاسبوعي وطبعا زي احنا شايفين امامنا في النيوز المطرقة الجديدة المتاحة عندنا في السوق اللي هي من حدث الموسيقى او من اللي هو التقم تبع الاسلحة الموسيقى بشكل عام طبعا ان شاء الله يوم الجمعة راح يكون في عندنا بث وراح اول ما ينزل المقطع على القناة راح ننزل تصويت على منطدى القناة راح يكون بث جديد من نوعه لطور الزومبي يعني فراح ينزل تصويت بالنسبة للجواز جاكو المدد اللي هو اما سنبيم اما برايت فراح نشوف اعلى اختيار للكم في التصويت لهذا الشي وراح يكون ان شاء الله خلال يوم الجمعة الجوائز انتو اللي راح تختروها من خلال تصويتكم فخلينا نبدأ في السوق الاسبوع طبعا راح نروح على الايتم طبعا في البداية دائما منحب نذكركم في كود الايتم شوب اللي هو اكس تسعين طبعا شكرا للكم شكرا للناس اللي بتدعمنا وان شاء الله قريبا راح عساوي كم سحب على اسكنات الهونر البنت او الولد ننشوف ايش الافضلية بتقرروا عليها ونحط لكم اللي هو مصابقة للناس اللي بتدعمنا في هذا الكود اللي هو اكس تسعين طبعا شكرا للناس اللي بتدعمنا من غير اي اشي من غير محبة لانه محبة دعم المحتوى يعطيكم الف عافية وخلينا نروح على الايتم شوب طبعا بالنسبة الى الايتم هاي شخصيات الميثيك من الاشياء الاساسية اللي لازم تكون عندك لانه كل منهم من هذول الهيرو الو طبعا في مقطع في القناة بيتكلم عن كل هيرو شو تيم بير كتابه طبعا بالنسبة لا بنا نتكلم عليه كثير لانه معروف ففي البداية يعني من المعروف راح نشوف المطرقة الجديدة طبعا هذا هو شكلها بالستايل المعروف بالسماعات طبعا على ما اعتقد انه راح تباح هيكون انه لف ويضرب بالارض تطلع موجات صوتية على ما اظن يعني لسه ما جربتها لكن من المفروض انه هيك يكون اداءها طبعا هون قدام كاميرا على ما اظن كاميرا وهون الصوتيات في يعني تصميمها زي ما تشايفين نفس نمط الاسلحة الثانية فبكون سعرها الف وستمية جولد فاكيد راح نشتريها على طول بسعر الفستمية واكيد بعد ما نخلص الشوب كامل راح نراجع البركات تبعتها بتتغير واذا ظل معانا وقت راح نطورها للمئة وثلاثين طبعا عنا هذا المسدس او الاس ام جي يعني بشكل عام اللي صار من بستل اس ام جي طبعا صار اس ام جي اللي هو بسعر الفستمية وثمانين صراحة ما عمري جربته اا ما بعرف اذا ناس جربوا اكتبونا كومنتاتكم ايش رأيكم طبعا عنا فخ الوال لايت فخ التأخير للزومبي طبعا نزل بداله اللي هو الوال ساوند يعني الوال ساوند جدا حلو بالنسبة للاجرار بوقع من او جرة فبريحك شوي من الاجرار طبعا بسعر الفستمية وثمانين الوال لايت اذا ما عندك ياب تشتريه واذا عندك ياب تشتريه بتحطه في الكلكشن اذا ما كان موجود عندك طبعا هون عندنا الفلكسات الذهبية بسعر سبعمية وخمسين بعشرة راح يجي خمسين حبة طبعا هاي كل اسبوع بتلم منها فقط خمسين فلازم دائما لو تشتريها كل تشديد سوق تشتريها طبعا عندنا هون الخزنات طبعا في ناس كثير جديدة على اللعبة ممكن هاي الخزنات ما يعرفوا ايش وظيفة طبعا بالنسبة لهاي الخزنات فمنروح على فمنروح على ففي عندنا هون كلمة انفنتوري عندنا الف وسبعمية وسبع مخططات عندي انا بقدر اشيل الف وثمانمية وخمس وسبعين مخطط فلما نيجي على ونيجي نشتري العشر خزنات بسعر متان وخمسين جولد فراح تزيد عندنا مساحة الانفنتوري عشرة فلو رحنا على رحنا على سيمتيك راح نلاقيها الف وثمانمية وخمس وثمانين صارت عندنا فهاي الشغلات بترايحك بشغلة القفل اللي بيطلع عندك على الاسلحة فبتصير تزود للانفنتور عندك هاي للناس لجداد طبعا عندنا هاي الهو الهاردوير مع عمري جربته صراحة بسعر ستمية اذا ما عندك يا بتحطه في الكلكشن عندنا الرشاش طبعا للأسمجي وللرشاشات صاروا بسعر ستمية يعني بفضل انه يكون ذهبي لكن اذا ما عندك يا بالكلكشن تشتريه بستمية طبعا عندنا هون السيرفايفر الابك للناس المبتدئين اكيد بيفيدوكم في الباور واذا كنت بحتاج ملفات الصفرة بتشتريهم بتكسرهم بتوخذ منهم الملفة طبعا عندنا موارد تطوير اللي هو عندنا اول شيء لبيوردروف فاكيد دائما هاي الموارد دائما بتلاقوني بشتريها اول في اول لانها بتحتاجها كثير عندنا هون الايف ستورم وعنا اللي بعده اللي هو الستورم شارد يعني اي شيء بدو تطوير راح تحتاج هاي الموارد من هيرو من ديفندر من افخاخ من اسلحة راح كلاته ياخذ منك من هاي الموارد تطوير طبعا عندنا فلكسات الابك من تطوير مثلا هذا الهيرو من ازرق لابك عن طريق هاي الفلكسات وكمان موجود المقطع في القناة لو كيف تحويل الاسلحة الهيرو الاشياء هاي الاخرى طبعا انه هون الاوت لاندر هذا يعني البونس طبعا اللي هو بيعطيك فيش شفت تلاثين بالمية موفت سبيد لثلاث ثواني وذا كان اساسي هو فيش شفت زيادة بيعطيك ومية واربعين بالمية موفت سبيد للمدة ثلاث ثواني فاذا انت حاب بالسرعة مع الفيش شفت للاوت لاندر تقدر تحطها بالسبورت راح تفيدك كثير عندنا هون البركات الزرق لتطوير الاسلحة والافخاخ من بيرك الاخضر لازرق وعننا اللي فلاكسات الزرق لتطوير مثلا هادر هيرو الاخضر لازرق ونشوف بونسه اللي بيقول لك اربع ثواني وعننا اذا كان اساسي لاثناشر ثاني بزيد مدة اتيدي هذا جماعة اتيدي اذا انت حاب تلعب بيعي شخصية بتقدر تخليها اللي هو يعني شخصية اساسية وهون عنا اللي هو البركات الخضرة من تطوير البركات او الاسلحة والافخاخ من ابيض لاخضر فاكيد يعني متاح عندكم تشتروها دائما اول في الاول لكن انا عندي منها كميات كبيرة فما بشتريها بوفر وهنا عنا اخر شي اللي هو المفكات بسعار الف جول راح يجينا الفين مفكة طبعا هيك بكون وضحنا امور او السوق الاسبوعي بشكل عام الاشياء المهمة اللي نزلت معنا اللي هي المطرقة عنا اللي هو الوال الوال لايت يعني اكيد في ناس ممكن تدور عليه بالنسبة لا تفوتوا الثلاثة ميثيك هذول لازم يكونوا عندكم لانه كل هيرو بتشتروه راح يجي تيم بيرك عندك طبعا اذا اشتريت الهيرو ما عجبك وحطته في الكلكشن التيم بيرك راح يظلوا معك خلينا نروح على الاستيماتيك ونروح على الميلي او نيجي هون فنحط فيبرت على الشاكوش الجديد ونيجي هون وندور عليه ونشوف اركاتها للمطرقة ان شاء الله انه يكون يعني اشي طبعا البرك الاخير كل الاسلحة وكل الاشياء نفس الاداء طبعا عنا هون كريد دمج عنا كريد ريتنج دمج هيفي اتاك عنا امباك عنا كريد ريتنج دمج اارمور موف تسبيد اتاك السبيد عنا فيزيكال بتغير جميع انواع الايليمنت انيرجي فير نيتشر ووتر عنا هون امباك دمج اوكي اارمور اتاك السبيد هيفي اتاك وعنا هون بالاخير اللي هو كريد ريتنج كريد دمج 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 موس مونستر طبعا يعني من الواضح انه بركات هاي المطرقة بنقدر نعملها اللي هو كالاتي فرصة ضرر وهنا ضرر فعنا هون الامباكت ونحطها دمج او بتحطها اللي هو يعني اذا بدك اياها اارمور زيد القوة عندك او اتاك سبيد لسرعة المطرقة طبعا راح نشوف اداء المطرقة ونجربها ونشوف كيف راح يكون اداءها معنا فان شاء الله يعني بعد اداء تجربتنا الاداء المطرقة ونشوف هل بتستاهل او ما بتستاهل اكيد راح ان شاء الله نزلكم عليها مقطع لو انا بكون وصل لنهاية مقطعنا اتمنىكم تكون استفدتوا واستمتعتوا معنا لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الكومنت واذا حابين تدعمونا في كود الايتم شوب اكس تسعين يعطيكم الف الف عافية ولا تنسوا تروح تشايكو على منتدى القناة للتصويت على بث في يوم الجمعة يعطيكم الف عافية ونشوفكم في مقاطع جديدة ان شاء الله